موسيقى أهلاً ومرحباً بكم من جديد مشاهدين في ساعتنا الثانية والأخيرة من صباحاً للشروق واللي فيها عدد من الفقرات المختلفة والمتنوعة ما بين عدد من المشاهدات اللي حنتابعة بالإضافة لعدد من الضيوف اللي حيكونوا موجودين معنا في مختلف الملفات السياسية وحتى الرياضية نبدأ الساعة الثانية بذاكرة الشروق وذاكرة الشروق اليوم من واحدة من البرمجات اللي كانت مختلفة بصمات من نور بصمات من نور كان فيها وثقت لعدد من الشخصيات وعدد من الأفكار اللي كانوا مهمين جداً في المراحل السودانية التاريخية المختلفة وقدموا إفادات للتاريخ السوداني والثقافة والعلوم المختلفة من ضمنهم الشيخ فرح والتكتوك واحدة من الشخصيات السودانية الملهمة جداً للكثيرين يعني من خلال كثير من المواقف وكثير من الأقوال صحيح كثير من القصص والحكاية الشعبية بالإضافة إلى الأمثال واللي كان فيها قراءات واضحة لجزء كبير من الحياتات اللي ارتبطت بالمستقبل والشيخ فرح والتكتوك قدرنا من خلال هذا التوثيق في ذاكرة الأشروق إنه نوثق لكثير من الأقوال ومن الأفعال وفيها حكم ومشاهدات على مستوى ثقافتنا السودانية ذاكرة الأشروق يمكن من خلال إن إحنا بنعيد بث كتير جداً من البرامج اللي كانت معانا في سنواتنا من بداية البث واللي قدمنا فيه وعدد كبير جداً من البرامج والقصد مننا إنه نحاول دايماً نستفيد من شكل البرامج دي وبجملة ما قدمناه بالإضافة لأنه هي تكون برضو فيها كثير من الدروس زي بصمات من نور برمجات كثيرة ومختلفة وفكار كثيرة من العام 2007 منذ انطلاقة الشروق حتى اليوم أهم هذه التجارب كانت تجربة التوثيق اللي عدد كبير جداً من الشخصيات السودانية حتى الشخصيات العربية والشخصيات العالمية من جنسيات أخرى وثقنا لأشخاص لمسيرتهم قدموا ما قدموا للإنسانية بشكل عام ورحلوا عن هذه الدنيا وثقنا لأشخاص ما زالوا بيننا لديهم تجارب ناصعة جداً تستحق فعلاً كانت الوقوف عندها من خلال كثير من الفترات البرامجية من ضمنها الثلاثينيات يعني مع عدد من الفنانين الكبار اللي كان دائماً بتكون في الشهر المعظم في شهر رمضان قدمت الشروق الوثائقيات ويمكن يتميزت بيها دون عن الوسائط الإعلامية والمؤسسات السودانية وقدرنا من خلال كثير جداً من البرامج خصوصاً في مجال الوثائقيات إنه يكون عندنا السبق وتكون عندنا التتويج في المنصات العربية وعلى مستوى الكاست العامل شاركنا بهذه البرامج في السنوات الماضية في كثير جداً من الحراك الثقافي والمهرجانات الكبيرة واللي حصدنا من خلال عدد كبير جداً من الجوائز نرجع مرة تانية لذاكرة الشروق بصمات من نور والشيخ فرح والتكتوب مع أنفاس الصباح كانت الوجهة إلى سنار تلك المدينة الخضراء التي تنام وتصحو على ضفاف النيل الأزرق الدفاق تزغر ذاكرتها بإرث تاريخي فريد فلقد شهدت هذه المدينة التاريخية قيام أول مملكة إسلامية في السودان وهي مملكة الفونج أو السلطنة الزرقاء عبرنا الخزان الذي تتدفق مياهه حاملة الخير والبشرة لنتجه نحو الضفة الشرقية قاصدين مثوى الشيخ فرح والتكتوب بالقرب من خزان سنها يضم الضريح أبناء الشيخ فرح جاه الرسول وشقيقته ضوة تأملنا أرجاء المكان نقتفي آثار رجل حكيم ذي رأي ثاقب وفلسفة عميقة إنه رجل مختلف عالم جليل إنسان متواضع غزير العلم تكتوك نسب لأبيه وفي بعض الروايات قيل أن تكتوك هذه نسب للشيخ فرح وذلك حين كان يقرأ الغرآن فكان يسمع لصدره تكتكة فسمي بوالتكتوك والشيخ العارف فرح والتكتوك هو رجل بطحاني من البطاحين وفيهم قال أنا فرح والتكتوك أهلي عبادل وملوك بطحاني ما في شكوك وقت الشم تبقى هناك أهلي بتابك في مسنبوك إن جيتني جوك وإن ما جيتني جوك منهن أباري منهن عاش الشيخ فرح في سنار وهو من قبيلة البطاحين يحب العلم ويحب العلماء اشتهر بين قومه بالحكمة فكان الناس يتناقلون كلماته يشغفون بكل ما يأتي به من أقوال وحركات عاصر الشيخ فرح والتكتوك في هذه الحقبة الشيخ حمد والدمريوم والشيخ خوجل بوجاز والشيخ فرح ينسب بأمه إلى قبيلة تكيم النباوية وأمه تسمى النتيلة وهي من منطقة جبال تقلي وفيها قال أنا فرح وأمي من تكم تكيم الكافر العجمي يا إلهي أنغز تكيم من نار الجحيم واسكنهم جنات النعيم والشيخ فرح والتكتوك عاش في فترة كانت مليئة بالظلم والجهل كان الظلم متفشيا والجهل متفشيا بين الناس ومضينا في رحاب قرية الشيخ التي تجاور الضريح والتي تلاصقها تماما قرية كريم البحر وأكرمنا بمقابلة السمان يوسف سالم حسن وبيته على مسافة قريبة من ضريح جده وهو من أبكار الشيخ أحمد جده الخليفة ابن الجيلي ابن أحمد ابن جاه الرسول ابن الشيخ فرح والتكتوك والدته عائشة بنت الخليفة عوض الكريم خليفة الشيخ فرح الأخير يدي عوض الكريم خليفة الشيخ فرح الأخير حتى توفى سنة ستة وخمسين واضح في الشيخ فرح والدته عائشة بنت الخليفة عوض الكريم خليفة الشيخ فرح الأخير لتوفى ستة وخمسين هي بنت الجيلي هي بنت عوض الكريم والدجيلي والدحمد وجه الرسول ودى الشيخ فرح الأخي عبد الله محمد إبراهيم أخونا والده محمد ودى إبراهيم إبراهيم دو يدي الخليفة خليفة الشيخ فرح والغاسم أبو فرح دل أولاد الشيخ الجيلي والشيخ فرح مما غبر في هذه الأرض له 436 سنة وعمره كان قبلها 113 اتجهنا إلى قرية كساب الجعليين والتي تبعد بضعة كيلومترات من قرية كريم البحر لزيارة فرح القاسم حفيد الشيخ فرح الأكبر والذي يعد مرجعا حقيقيا في حفظ سيرة جده الشيخ فرح وهو حقيقة يلم بتفاصيل حياته كما رواها له والده يحفظ شعره وأمثاله والمناسبات التي وردت فيها زاره الأستاذ الطيب أحمد الطيب رحمه الله في منزله لمتابعة سيرة حياة الشيخ فرح مستقصيا ومنقبا فجاء كتابه عن الشيخ فرح وثيقة فريدة ومرجعا علميا هامة وأنا أقرب للشيخ فرح وحفيده وحفظت هذا الكلام كل من عمي الخليفة عوض الكريم الجيلي أحمد جه الرسول الشيخ فرح شديق والدي والدم وابوه لما عرفت منه ولد الشيخ فرح والتكثوق بغرية أبو دليك وأمره كان في ذاك الوقت يتراوح إلى 12 سنة مشى طوال الشيخ الخطيب عمار قرى القرآن عنده مشى الجزيرة توتي لقى أرباب العقايد قرى عنده الإلم أول شيء مع أرباب العقايد قال لهم قرى عنده الإلم قال لهم خلاص رح كون المحلة دي الخرطوم نكبر ننظف الواسدي ونصوف فيها مسجد مشوا ننظف الواسدي في الخرطوم ونصوف فيها مسجد علم السيخ فرح والسيخ دريسة كبيركة ونصوف في ورقة أنا والله بالأسف ما عارف وديتوين قال الإلم على أرباب العقايد المحل دي في الخرطوم دي حسه بنوا فيها المصليون للجامع جامع المصليون ده بنوا في مسجد السيخ أرباب العقايد وابنه في الخرطوم يعلم هذا الكلام ومنه حفظ العلم والعربية ومنه أخذ الإذن وفات قال 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 أنا قريت العلم وقريت القرآن خلاص أنا قريبت الله خلاص قال قال نور لا يماث الغضير والجهل ليل أسود مثل الفحم علم العقايد كالشموسي إذا بدت يجلي سوادر القلب من هم وغم علم الشرائع بدر ليل مظلم فيه يجد السيرون على العلم علم التصوف ذاك إكسير به يغني الفغير من الدراهم والنعم والنحو ذاك سفينة تطوى بها لججل بحاري فوق موجا ملتطم من يستم العلماء أو يغتابهم أخشى عليهم من الموت أبباد السنم والحومهم غالولنا مسمومة والسم شاربه يموت بلا سقم غير اللي باغضهم إذا زفرت لزا يكسى من الغطران ذرع كالفحم وإسمي بفاء ثم راء بعدها والحاء ثالث الحروف وغد ختم وقابلتي بضحان غوم بالفلة ترعى بهذه السيرون مع السلام الشيخ فرح بضحاني فرع عباد لي الشيخ فرح فقيه درس على يد عدد من أشهر فقهاء زمانه منهم الشيخ أرباب العقائد والخطيب عمار ابن عبد الحفيظ والخطيب عبد اللطيف ابن الخطيب عمار والشيخ تنقل في بداية حياته في طلب العلم من مكان إلى آخر حتى استقر به المقام في قرية الحجرات قريبا من سنار اشتركوا في القناة